تستمر محافظة الضالع في تقديم أغلى أبنائها مكانة في المجتمع فداء للوطن ومن أجل الدفاع عن الشرعية قد لا يكون آخرهم العقيد نصر صالح الربية الذي اغتالته رصاصات بكمين في صحراء العبر مع رفيقه الشيخ القبلي علي الماطري حيث كان متجها إلى مارب التزويد مقاومة الرئيس بالدخيرة فأبا أبناء الشعب اليمني ومثيرا عنهم شهداء اليوم العميد نصر الربية والأستاذ علي الماطري إلا أن يصروا وأن يستمروا على مكافحة الفساد أثنى القائد الربية حياته في خدمة الوطن وفي سبيل الدفاع عن الدولة المدنية التي يريدها كغيره من أبناء الجيش الوطني والمقاومة في هذه المحافظة حيث تدرج الرجل في مناصب عديدة أبرزها مديرا لمعهد زيد بن حارثة العلمي كما تصدر جموع الثائرين إبان اندلاع ثورة الربيع العربي فكان رئيسا لملتقى أنصار الثورة في المناطق الوسطى وما إن اندلعت شرارة المقاومة بعد سقوط العاصمة صنعاء في قبضة الميليشيا وتشكلت المقاومة الشعبية في مختلف المدن اليمنية كان للعقيد الربية موقفه من كل ما يجري فقاد مقاومة مدينة دامت موريس وأيضا جبن الدور الأبرز الذي لعبه أيضا في هذا الجانب هو استعادة معسكر الصدرين التابع اللواء ثلاثة وثلاثين مدرع من قبضة الإنقلابيين ليتم تكليفه بعد ذلك بقيادة أركان حرب المعسكر لعدة أشهر كغيره من المناهضين لمشروع الميليشيا ظل الرجل يدفع ثمن مواقفه فقد فجرت الميليشيات منزله وأغلقت مكتبات تابعة له في مدينة دامت ولم يقف كل ذلك عائقا أمام مختاره الربية من طريق له حتى دفع حياته ثمنا في عملية غادرة